وتعالوا ناخد أول اتصال النهاردة من أستاذ أحمد من اليوبية أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حضراتكم وفريق العمل وجعل الله هذا العلم والعمل من جانب حضراتكم سويا في ميزان حسناتكم وجزاكم الله عنه كل خير يا رب إن شاء الله وأنا وأنتم وإستاذهم شيء يا رب اتفضل يا استاذ أحمد مع حضراتكم أحمد عروج أرض الجنين أغير بشبرة خيمة أهلا وسهلا يا استاذ أحمد أهلا يا دكتور حضرتك بس أعايز السؤال بخصوص صيام المتعرف عليه الستة البيض اللي هما يعقبوا الأول من شوال اللي هما الستة من شوال أه الستة التي تعقب الأول من شوال اللي أعايز الفطر المبارك نعم عايز أعرف حضرتك هل يمكن سيامهم متصل أم يمكن مفاصل حاضر يا جاوب على حضرتك أستاذ أحمد الصيام الستة من شوال إحنا الأساس عندنا بنبقى عندنا دايما بنفهم نصوصه ولجاء دا نعلمه الأولادنا في فهم النص أن النص عندنا أن العام يعوم والخاص يخص فإذا كان الحديث مطلقا لا نقيده إذا كان عاما لا نخصصه هذا يحتاج إلى دليل وهذا نحتاج إلى دليل فلما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لم يقل ستة متعاقبة ولم يقل التعاقب دا في الشريعة في الغالب بيكون نوع من أنواع التهذيب وإحنا في ستة من شوال بنذهب إلى التقريب يعني هذا من باب القربة هذا من باب النفل فما فوش التضييق اللي موجود فين اللي موجود في التهذيب الذي فيه المتابعة اللي في العقوبة ولزيك الستة من شوال يمكن أن تصوم حضرتك أي تصوم يوم واحد وعشرة وخمستاشر وستاشر وبعدين ترجع تاني تصوم يوم عشرين فيجوز تصيامهم مفرقات لأن المطلوب أن أنت توقع سيام ستة أيام في شوال فقط وليس المقصود بالترتيب والناس من عادتهم أنهم بيصومهم بالترتيب عشان ما يزنقوش فجرت العداء أن الناس مشاعرهم بتبقى ذهب أنهم يصومهم في أول الشهر لكن هو ليس معنى ذلك أنه لابد أنهم يكونوا في أول الشهر وليس لابد كمان أن يكونوا متتاليين وهذا ليس من قبيل التفريق ولكن هذا مقتضى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى يجوز أننا نصومهم متفارقين ويجوز أننا نصومهم كمان مش في أول شهر شوال وربنا يتقبل إن شاء الله